حوار الأديان مشروع فاشل لأن الأديان لا يوجد فيما بينها حوار ولكن نقول حوار الحضارات حوار الحضارات يعني أنا أشوف الحضارة الفرعونية في مصر أشوف مثلا الحضارة التي كانت في مأرب ويمن وسبق أأتي إلى الحضارة الأشورية الأول خلف العرب الحضارة الأشورية في العراق الحضارة الفنيقية في الشام وبالذات في لبنان كما تفضلت أنا لا معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ضالة المؤمن هو أحق بها أن وجدها أذهب إلى الحضارة الصينية وأذهب إلى حضارة الإسكيمو في أمريكا الجنوبية لا معنى قتبها لحضارتك إنما نقول حضارتك حوار الحضارات إنما الأديان لا ده مضيع للوقت ولهذا فشل فشل وسيفشل قتبها لك؟ لأن أولا كل هم يجدوا فيه بدخلا للتلاح بين الشعوب للالتقاء للسلام إذا صح التعبير إنما لابا لأنه كل دين له مورسات وسوابته اليهودية عندها سوابت معينة المسيحية عندها سوابت معينة الإسلام عنده سوابت معينة فهذا كله كله كلام إن شاء لا نستطيع أن نصل إلى قواسم يشارك بين هذه الأديان؟ لا 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 إلا في حالة واحدة الأديان تعتقد في أصولها العامة كما قال الله في القرآن الكريم إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين الله يفتح عليك شو بقى تلات قواسم هي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أحييك على ثقافتك مش بجملة أشكرك وهذا عهدنا في علماء اليمن ومفكر اليمن فهنا ربنا بيقولي من آمن بالله ذاك من التفاصيل العقائدية في الأديان واليوم الآخر اللي هو البعث كل يعني عندك الفرعونية حتى قبل أن تؤمن بدين سماوه معين آمنوا بالبعث والجزاء والنقش على حجراتهم والأهرمات إلى آخره وبعدين قالوا عاملة صالحا فيكفي الأديان أنها تشترك في الإيمان بالله واليوم الآخر اللي هو الجزاء والدينونة عند المسيحيين والعمل الصالح